بإذن الله، ويعني إحنا لو شفنا حتى سجل الأبطالة كابتن إسلام سجل الأبطال عبر تاريخ النادي الأهلي هتلاقي أن النادي الأهلي مثلاً واخد البطولة 42 مرة النادي الزمالك واخدها 14 الإسماعيلي 3 الترسانة 1 غزل المحلة 1 الأولمبي 1 المولي العرب 1 البطولة الـ 14 دي النادي الأهلي اللي هي بتاعة نادي الزمالك النهاردة النادي الأهلي كان واخدها سنة 76-77 يعني من زمان قوي يعني حاجة مهمة الحاجة الثانية أن بداية كل ألفية 76-77 76 أنا 76 كنت لأدوبك شهر 11 يعني الحاجة الثانية أن بداية الألفية دايماً يعني مثلاً قدي قدامنا سجل الأبطال الدوري في سنة التسعين النادي الإسماعيلي أخد الدوري 91-91-92 الزمالك 92-93 الزمالك برضو بعد كده النادي الأهلي رجع أخد الدوري 7 مرات على التوالي في بداية الألفية بعد كده في بداية الألفية التانية اللي هي 20-2001 الزمالك 2001-2002 الإسماعيلي 2002-2003 الزمالك 2003-2004 الزمالك دول أربعة سنين بعد كده النادي الأهلي رجع ياخد الدوري 8 مرات على التوالي أنا فكرهم الفترة دي فكرها فهي في بداية كل فترة أو في بداية كل ألفية ممكن بيحصل تعصر للنادي الأهلي لكن النادي الأهلي بيقدر يرجع زي ما قلنا أنا شايف يعني أختم كلامي في الحتة دي إن الفترة دي يا جماعة فترة محتاجة التكاتف يعني أيه التكاتف لازم كلنا نكون وراء النادي الأهلي أبناء النادي الأهلي كلهم لازم يكونوا وراء النادي الأهلي سواء كبات الفرق السابقين سواء اللي لعبوا